السلام عليكم يا شباب فيدي اليوم كيف انك تشتري شايفين هذا شكل الاسلاح فيك انك تغير وتعدل على شكل الاسلاح مو بس الاسلاح حتى فيك تغير على شكل المنظار وعندك عدة اشكال يعني شي يتجاوز المئة او مئة وخمسين شكل طبعا هالشي جدا بسيط رح اشرح لكم بالاول داخل اللعبة كيف انك تغير شكل الاسلاح وكيفية شراء هالاشكال هدول رح تكون خارج اللعبة من خلال موقع الستيم طبعا من الاول شي رح نبلش كيف انك تحط شكل اسكن على الاسلاح اللي عندك طبعا هالشي بينطبق على جميع الاسلحة وعا المنظار بنفس الوقت اظن ينطبق على المسدسات لكن الشي انا ما جربته لكن متأكد ان هالشي رح ينطبق على جميع الاسلحة او الاشياء وفينا انا نجرب مع بعض طبعا كل الاحوال اول خطوة انك سوي ان يكون عندك خيمة او بيت انت يعني مكان ما بتشتري فيه الاشياء تعرفوا شي مش صعب بتروع على المكان اللي بدك تشتري فيه وبعدين بتروع على استوريج الماخزة انه هيك شي ماناتو بالعربي اظن طبعا خلنا نشيل هدول بس شوي شباب عشان اشرح لكم المهم بعد ما تفوت على استوريج عندك انت الاسلحة هون بتكبس على السلاح البدك اياه ماشي فيك تكبس كبسة السي او تنزل لتحت الكاستومايز اتنين تم نفس الشي راح يفتح معك استنى شوي حتى يسوي تحميل طبعا هدول يبينزموك هدول العملات هدول يعني فيك تحصله من خلال صوت الحيوانات فاشي طبيعي طبعا مثل ما كم شافين عنا عدد عدد اقسام كل قسم كل ما طلعت على قسم اعلى السعر يرتفع كما كم شافين اخر قسم السعر 4500 ارخص قسم ارخص واحد اللون الواحد بثلاثين ماشي انت عندك فيك تضيف ثلاثة الوان للسلاح بحيث كل منطقة من السلاح تصير بلون خليني اشرح لكم انا حاليا حاطت هذا اللون ماشي انا هذا اشتريته لانه نرخيص لانه ما كان معي عملة بصراحة لكن اذا بدي شي حلو انا قلت لكم اني اشرح لكم طريقة الشراء خارج اللعبة لكن حاليا راح افرجيكم يعني الاشياء اللي ممكن انت تسويها بنفسك داخل اللعبة عشان تغير شكل السلاح انا بصراحة من شوي شفت شي جدا حلو بعرف انه ما عندي هالمبلغ هذا طب على سبيل المثال خليني نحط هذا الشكل ماشي هذا الشكل انا هون لسا عندي مشي منزلين شايفين لاني ما اشتريت الباكيج كامل اظن اشتريت انا باكيج لكن هذا الباكيج يعني كان شوف عندي انا هدول لكن هون عليهم اشارة صح لسا انا مش شاري هالباكيج هذا الباكيج الكامل اتوقع سعره واحد وعشرين دولار لكن انا اشتريت الباكيج الارخص منه بحيس يعطيني اشكال لكن مش الجميع هون بس يعطيني هدول ثلاثة اشكال والباقي كله مسكر المهم انت اخترت اول لون مثلا من هاي الخانة وراحت بدك تختار لون تاني مثلا شي ابيض شايفين شو غير فيه غير بالسلاح بدك تختار لون تارت مثلا اشي يختلف شوي هذا هذا ما عندي يا لا عفون انا هذا مختار من قبل لازم اختار شي تاني على كل حركة نختار هذا الابيض كمان هون بغير هدول شايفينهم الاول بغير الاسكن الجزء الاكبر من الاسكن الخيار التاني بغير هذا المكان هون بوزة الاسلاح وهدول شايفين ثم الخيار التالت رح يغير لك هذا هاي وبالوسط هاي القطعة الصغيرة وهي هون شوف الراقم شايف كيف هون هاي القطعة هاي هاي طبعا هيك بها الطريقة هاي وبعد ما تخلص بيعطيك هون مجموع العدد اللي لازم تدفعه تعطي apply وخلص تعطي back انا ما راح اسوي شراع لانما بصراحة بعدين بزبط الاسكن البدية طبعا بالنسبة للمسدس كمان نفس الشيء او عسي او تكبسي انتم هاكم شايفين المسدس عنده بس شكلين انتم هاكم شايفين تختر يعني حتى يعني فيك تختار واحد من هون مثلا وبعدين واحد من هون البدك هيا يعطيك المجموع هون تحت وشراء وهذه هون البرايس متل ما قلت لكم شايفين كيف تلاتين تلاتين تطلع اكتر ميتين تطلع اكتر سبعمية وخمسين اكتر الف وخمسمية اربعة الاف وخمسمية تقريبا بيتدبل السعر عكل حال نطلع ومتل ما قلت لكم هالشي بينطبق كمان على هذا هذا الشكل كل الاشكال راح تكون نفس الشي جميع الاسلحة بالنسبة لجميع الاسلحة او المسدسات او الشدقان او المنظر كلها نفس الشي انا شوف انا حطيت لون الابيض فيني اغير مثلا هون هدا بحطوا لون انا هذا الاول واحد للابيض هاي المنطقة والباقي يكون للمسكة عند المنظر اعطي apply وهي طبعا هدا هيك طريقة انك طريقة انك تسوي التغيير شكل السلاح طب كيف هدك تشتري هالباكج هذا الاسكنات جدا بسيطة بتروع على ستيم بتروع على اللايبراري او المكتبة بتتبس على اللعبة بتتبس على بتروع على خانة الديالسي فاي بيطلع لك عدة اشكال طبعا اذا انك تزل لتحت شوي راح تلاقي كل شيء باقيجات شايفين كيف وجنب كل باقيج في سعر هذا هذا الباقيج سعره ثلاثة دولار تقريبا هذا كمان ثلاثة دولار اما اذا انت بدك الباقيج كامل كامل يكون في كل شيء بتكبس هون بتنزل تحت شوي متل ماكم شايفين علي خصم واحد وثلاثين بالمية هذا هون اظن راح يشتري لك جميع الاشكال الموجودة عندك بس انا يعني هي بشوف الشي مش ضروري غير اذا كان عاجبك شيء معين وبدك اياه بالاشكال الغالي كتير فانت مجبور انك تشتري لكن اذا والله قلت لحالك بشتري باقيج خفيف على سبيل المثال خلا نشوف هذا نشوف يعني هون بيعطيك كمان الاشكال الموجودة فيه طبعا هذا مو كل شيء يا شباب انه فيها اظن اكتر من شكل لكن عندي تشوف انت فيك شيك عليهم واحد واحد وتشوف اللي ليعجبك وتشتري وزا بدك تشتري كل شيء عشان يعني كل فترة تغير شكل السلاح والسكن فها الشيء برضه ممكن وهذا كان كل شيء يا شباب اتمنىكم استفدتوا لا تنسى تابعني على التويتش راح اطلكم رابط التويتش بالوصف لايك واشتراك بالقناة وتعليق حلو منك السلام عليكم